أعوذ بالله الشيطان والبسمه اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقتراً عليَّا في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وطردي وقت تار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً مرزوقاً مبفقاً مبفقاً للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لساني نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلج الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنتل أعزل أكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله والآن شكرا